قلت إن الغارة التي ضربت قوات سورية كانت عن طريق الخطأ لكن الروساء قالوا إنها كانت لتفادي التعاون في سوريا وتسببت بزعزعة الهدنة يمكنهم الحكم كما يشاء وقد قاموا بذلك لكن القرار الأهم الذي يجب عليهم اتخاذه هو إيقاف الأسد عن قصف الشعب دون تمييز وهذا ما يستمر بالقيام به وإن كانوا جادين فيما يتعلق باتفاق وقف العمال العدائية وهذا ما يقولونه فعليهم منع الأسد من التحليق وإثبات صدقهم حيال الأمر لذا نطلب من روسيا إيقاف التظاهر وسماح بدخول المساعدات الإنسانية دخل الاتفاق قيد التنفيذ الاثنين الماضي ومن المفترض أن تكون حركة المساعدات انسيابية لكن النظام يمنعها لذا فإن صديق روسيا الذي تدعمه هو العائق الأكبر أمام القدرة للمضي قدما هنا والمعارضة تشعر بأنها مهددة لأن القصف بالقنابل المستمر رغم اتفاق وقف العمال العدائية روسيا اشتركت في هذا الاتفاق والأسد قال إنه سيلتزم بذلك لذا يجب عليه التوقف لكي يتم تأسيس مركز التنفيذ المشترك لتتمكن أمريكا وروسيا من التعاون لتفادي حدوث واقعة فضيعة مشابهة روسيا و المعارضة تشعر بأن تحرق المشترك لترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة